أنا أستحدث تحديداً على مرحباً أنا أعرف حراكك أنت كنت من وإنت صغير بتلعب رياضة وأعطاك أنت لعبت وكلمنا في كسر دي وكده عديت على كذا رياض بسيحنا نتكلم على مستوى قطاعات الناشئين في الأندية وإحنا بنيجي نتكلم دايماً على يعني السهل إيه أن أنا أقولي اتحاد الكرة ما كانتش جايد ساعة منتخب الشباب ومدرب ما كانتش جايد بس إحنا ما منبصش على الأصل إنه اللاعب ده تأسس إزاي إحنا شفنا اللعيبة لا قدرات بدنية ولا قدرات فنية وبنطلب بعد كده من مدرب والتحاد وإيه وإيه أنه ما فيه شغل كويس قطاعات الناشئين في الأندية بقى فيها مشكلة كبيرة أو حسنا آه طبعاً طب بس خلينا نتفل بس الأول أن المشاكل أو المشكلة مش في قطاعات الناشئين بس في كل حاجة دي الحقيقة المؤسفة واللي عايز يصلح لازم يصلح كل حاجة يصلح التدريب يصلح الإدارة في اتحاد الكورة أو في الاتحادات يصلح إدارات الأندية لأن الإدارة الأندية جزء من من المأساة اللي فيها الكورة المصرية وبعدين أنا أقول المأساة مش عشان النتائج بتاعتنا اللي فاتت دي يعني أو يعني السنة دي يعني لا أنا أقول إحنا في مأساة كراوية فنية كبيرة جداً من زمان إحنا بنعمل تفارات لكن التفارات دي مرتبطة بحالات استثنائية زي اللي حصل وبعدين زي اللي حصل مع كابتل حسن شحاتة 2006 و 2008 و 10 بس برضو ما خدرحناش كاس عالم يعني استثنائي و لما رحنا كاس عالم و لما رحنا كاس عالم بابنلعبش كورة احنا ملعبناش كورة خالص في كاس العالم و باعد أقول دايماً يا ناس أنا بفرح إن إحنا نروح كاس العالم بس الأهم من ده نلعب زي المغرب و تونس و جزائر و الكاميرون و غانا و نيجيريا و السنغال في كاس العالم أنا مش بقول أسبانيا و إنجرترا و ألمانيا لا 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 أنا مش عايز ألعب لكن إحنا كل مرة نروح كاس العالم بنلعب كورة بليدة و كورة مؤسفة و كورة مغجلة و كورة تسهيل الكورة المصرية إزاي يعني أنتو مش عارفين هنو بتتفجأوا بمعات كاس العالم عشان تعملوا إعداد صحيح يعني طيب إيه رأي السعودية النهار ده مبارح خلاص هتلعب مطشين مثلاً أنا بدي مثال يعني لجيب زيني مش باتكلم على إنجرترا برضو ولا ألمانيا بلعب و حلوة مع بنزويلا و مع بوليفيا مثلاً مطشين و الدين إحنا ما بنلعبش مطشط و الدين ما بنلعبش مطشط و الدين ما بيش خطة إعداد ما بيش خطة احتكاك بلاش أسميها احتكاك ما بيش خطة إن إحنا نتعلم بها أنت مش هتتعلم إلا لما تحتك مع فرق تانية في الوقت اللي إحنا السنة اللي فاتت دي الجزائر ما رحتش كاس العالم بس كبتلعب مع إنجلترا و مع فرنسا و معها و معها مطشط و الدين صح إحنا ما بنعملش المطشط دي خالص ما بنعملهاش إحنا لما نلاقي نفسنا داخلينا على تصفيات بسرعة هتلنا مطش و الدين بسرعة نلعب مع بوركينة بقى أو نلعب مع بنين أو أي حد عشان عندنا مطش إيه دا؟ إيه دا؟ هم بيسمعوش الكلام اللي إحنا بنقوله بلاش؟ هم مش فاهمين الكلام اللي إحنا بنقوله هم مش فاهمين إن المنتخبات لازم يبقى لها برنامج إعداد بغض النظر عندك مطش رسمي و علا مش رسمي هم هو معقول أنا أقول الكلام دا و غير يقوله و إنت بتقولش عارفه؟ و الناس اللي بتدير الكرة في مصر لا بتقوله دا هي ما بتقولوش تفسيري الوحيد إنها ما بتقولوش لإنها ما تعرفش هم أنا بقى مش هقول أصلي ما يعرفش فعشان كده يبقى دا مبرر إن أنا أغفر له هم لا إنت ما بتعرفش و في المكان دا إنت لازم تبقى مش موجود خالص هم لأنك ما تعرفش هم اللي يبقى في المكان دا اللي بيعرف هم لكن المصيبة إن اللي ما بيعرفوش دايماً في المكان دا شكراً